أحبطت هيئة النزاهة عملية كبرى للتلاعب بأوليات عقارات بعشرات المليارات من الدنانير في محافظة النجاف مشيرة إلى تبطي أربعة متهمين بعملية التلاعب وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أن فريق عمل تمكن من تبطي كتب التقدير لمائة وخمسة وثلاثين عقارا تقع في مواقع متميزة في المحافظة المذيلة بتواقع المتهمين الحقيقية مبينة أن قيمة تلك العقارات التي تم كشف التلاعب بها وإعادتها إلى البلدية والمحافظة عليها تقدر بعشرين مليار دينار عراقية